مشاهدين لمزيد من تفاصيل عن الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء ينضم إلينا من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أهلا بك كريم بالتأكيد هي ذكرى لها سحر وقيمة وظروف وتحديات وبطولات خاصة تستحق دائما من الاستدعاء والإحياء دوما في هذه الذكرى تفاصيل الاحتفاء بهذه الأرض الطيبة وبهذا الشعب الطيب في أرض سيناء كيف تنقل لنا الصورة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل الصورة هنا من مدينة العريش من أرض الفيروز لها طبيعة خاصة هذه المرة بدأت الاحتفالات صباحا اليوم بالطبع بوضع إكليل ظهور عند قبر الجندي المجهول أمام محافظة شمال سيناء وهو تحديدا في مدينة العريش بالطبع وضع الإكليل كان عن طريق اللواء والدكتور محمد شوشا محافظ شمال سيناء وبالطبع يصاحبه اللواء محمد ربيع وهو قائد الجيش الثاني الميداني ليضعوا الظهور لتخليد ذكرى جنودنا وتخليد ذكرى الشهداء اللي نضحوا بأرواحهم هنا في شمال سيناء ولكن ربما صاحب هذا التكريم الخاص بالجندي المجهول وجود أهالي شمال سيناء أهالي شمال سيناء تواجدوا اليوم إما عن طريق شيوخ القبائل الذين تواجدوا في هذا الاحتفال أو حتى الشباب الصغار الذين شاركوا أيضا اليوم عن طريق إما مارثون رياضي أو حتى مارثون رياضي إما بالدرجات أو غيره شاركوا اليوم أيضا رفعوا الأعلام ليعبروا عن فرحتهم بهذا العيد ويعبروا عن مدى انتمائهم لهذه الأرض خصوصا بعدما شهدته مدينة العريش من ويلات كثيرة من الإرهاب ولكنها تغيرت تماما الآن حسب أهلها وكيف تغيرت الأحوال وعادت إلى طبيعتها لذلك ربما أشعر المواطنين اليوم أن العيد عيدين عيد ذكرى تحرير 41 لتحرير سيناء وأيضا ربما احتفالا بالعودة للأمن وأيضا بدماء جنودنا وقواتنا المسلحة وأيضا أهل سيناء نعم كريم لقطة مهمة أنت لمستها الآن كريم فيما يتعلق بالمواطن في سيناء يعني الآن نشهد دوران لعجلة ومكينة العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الطاهرة حزمة شاملة من مشروعات التعمير والتنمية تتكامل مع شبكة طرق وكباري وأنفاق وضعت سيناء بالفعل في قلب مصر فعلا إلى أي مدى المواطن في سيناء يلمس هذا التطوير والتنمية إذا نقلت لكم الصورة بداية من الطريق وصولي لمدينة العريش فمررنا بالفعل بأنفاق 3 يوليو و30 يونيو بالإسماعيلية هذه الأنفاق ربما التي ربطت بالفعل يعني زيادة على نفاق الشهيد أحمد حمدي سيناء بباقي الطبع القاهرة وعفوا وباقي مصر المواطن هنا عندما تحدثنا معهم يعني ربما أهم ما لمسقوه على أرض هو التطوير الخاص بالتعليم والصحة شهدنا اليوم افتتاحات لبعض المدارس الجديدة في بعض المناطق مثل الريسا على سبيل المثال داخل شمال سيناء تحدثوا الأهالي عن وجود هذه المدرسة والنوع التجريبي اللغات وهو أيضا تجريبي بمعنى أنه لغات ولكن أيضا يطبع للحكومة هي مدرسة خاصة ومختلفة خاصة بمعنى أنها حكومة ولكن خاصة في طريقة التعليم أنها مدرسة لغات داخل هذه المنطقة أشاد المدرسون بهذه المدرسة وأشاد أيضا الأهالي بهذه المدرسة ونوع هذه المدارس على أرض سيناء ربما أيضا تحدثوا وأشادوا كثيرا بفكرة عودة الأمن وفتح أيضا الشواطئ من جديد يعني جملة من الاحتفالات في سياق الاحتفاء بذكرى تحرير سيناء الاحتفاء بالنصر وأيضا بتطهير الأرض من الإرهاب والتطوير والتنمية بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس من العريش